دي المبادرة إن شاء الله هروح وأنا يعني متحمس للغاية أروح أشوف أهلي وإخواتي أشوف المصريين الموجودين في الصعيد وفي أسيوت والموجودين في سهاج والموجودين في المينيا وقناة وموجودين في كفر الشيخ وموجودين في البحيرة موجودين في عموم مصر ناس زي وزيك ظروفهم بهذا الشكل تعال نروح نتكلم معهم وننقل ونقول لكم قد الوضع وبعدين نشوف الوضع قدامنا شايفين أدي الصور قدامنا أدي أدي البيوت البيوت الموجودة أدي بالبوص وبالكذا وأدي الناس اللي بيحصل دلوقتي تغيير شكل حياة الناس وجوهرها مش شكل بس هتشوفوا إن شاء الله خلال الفترة القادمة احنا هنعمل حاجتين ننقل لكم الصورة قبل أن يتم بداية المشروع دلوقتي المشروع بيشتغل مش هروح عشان نصوت ونقول المسؤولين لا 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 احنا ده بعد بعد الشغل أهو ده بعد الشغل شوفوا الكلام شايفين دي دي كت قرى لا لا هتلي قبل يا وليد هتلي قبل يا وليد قبل دي كت لا قبل هتلي اللي فات يعني أنا بس عايز الناس نشوف الصورة أهو لا هتلي الصور أيوة هذه البيوت هذه البيوت هاي هذه البيوت دي بيوت قرى قرى فقيرة قرى موجودة في مصر موجود حوالي أكتر منها خلصة قارية احنا الدولة اخترت في المرحلة الأولى القرى دي في 16 محافظة تعالوا يشوفوا البيوت عاملة ازاي دي الناس قاعدين وكأن الناس اهو قاعدين فيه عشش وفيه خرابات وقاعدين فيه مقابر وغير وغيره الدولة بدأت تحط الخطة وبدأت تشتغل اهو كلها بيوت من زي ما شايفين بلا سقف بلا بلا بدأ العمل اشتغل العمل بسرعة ده مشروع الدولة بالمناسبة مشروع حياة كريمة اللي أطلقه وبيشرف عليه بشكل مباشر سيد الرئيس بسرعة الشغل إنشاءات وفرش بأيدي مصريين زي ما احنا شايفين بسرعة بسرعة الصورة اللي احنا كنا شايفينها من شوية بتتحول روايدا روايدا إلى بيوت أدمية إلى بيوت يمكن ان احنا اهو شايفين الصور اهي بتتحسن وده بيحصل دلوقتي حالا وانا بتكلم اثناء ما احنا بنتكلم بيحصل لهذا الكلام لأهالينا اللي بيعانوا من الفقر ومن الحرمان ومن النسيان ومن التهميش تهميش حالة تهميش تاريخية امتدت إليهم يا دلعون ادي احنا شايفين قادي سراميك وقادي دهنات وقادي عفشي بتعمل وقادي صرف صحي وقادي فتحنا أبواب عمل قادي في النهاية بقى دي المرحلة قادي البيوت بقى شكل البيت اهو وبعدين الرئيس أصدر تعليماته قلنه مش بس ابن لهم لا 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 وكمان فرش جوه البيت اصبح هذه الفرش جوه البيت البيت بقى شكله فعلا يليق بإنسان مصري حياة كريمة الكلام اللي قدامكم دي الشوارع دي البيوت بعد ما تم مد ايد الدولة بالإصلاح إلى هذه البيوت اللي كانت من شوية شايفينها حضراتكم في الصور صرف صحي وعفشي وأساس وغيره تحولت من هذه الصورة الكئيبة الكريهة اللي ربنا حاسبنا علينا كلها علينا جميعا من جراء هذه الترمبة الحبشية اللي بيطلع مية ما حدش عارف المية دي فالنسبة أملاح قد ايه تم دخول المية والكهرابة والمدارس والناس تحولت من هذا الشكل إلى هذا الشكل هذه الصورة هذه الصورة النهائية اللي ان شاء الله الشكل الرائع اللي قدامنا دوت هيتم تعميمه في كل القرى الأشد احتياجا وان شاء الله بإذن الله خلال الفترة القادمة نلف نعمل جولة في القرى نشوف ونتكلم مع الناس ونشوف بعد كده جولة بعد أن يتم الانتهاء من المشروع بهذا العمل اللي ان شاء الله بيمثل تحقيق واقعي ولأول مرة لفكرة العدالة الاجتماعية والحياة الكريمة